بين كل التيارات الفلسفية والفكرية هناك كلمة بتعطينا حل أخلاقي وحل عقائده وفكري حتى حل سياسي وهي كلمة لا إله إلا الله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط معناها إيش؟ أقول لكم ببساطة شديدة أن الحقيقة قد شهدت بذاتها وشهد أيضا الملائكة وأولو العلم الآية الكريمة هذه مش مجرد كلمة بسيطة أو أربع كلمات أربع كلمات صحيح لكن هي فيها فكر وفيها فلسفة عظيمة وأهم شيء فيها اللي هو تحديد الموقف يعني بمجرد قولك واعتقادك أن لا إله إلا الله فإنت هون قد حددت موقفك حددت موقفك من الفلسفة ومن الفكر في هذه الحياة التي نعيشها فكلمة لا إله إلا الله ليست هي مجرد كلام وإنما هي تحديد موقف وفهم الإشي الثاني في كلمة لا إله إلا الله إنه إلها انعكاسات على السلوك الإنساني إذا قلت لا إله إلا الله معتقدا بها وجازما بها سلوكك رح يتغير وأخلاقك مباشرة بإذن الله رح تتغير للأحسن فلا إله إلا الله ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبودة بحق إلا الله فبيان كلمة لا إله إلا الله في معناها الحقيقي هي كلمة تحرير يعني ما فيش قوي ولا فاعل ولا حي ولا مميت ولا محي ولا متصرف في هذا الكون ولا قادر فأنت هون بتعلنها صراحة أنه أنت تحررت من كل الآلهة المزيفة من كل الطواغيت ومن كل الظلمة ومن كل من يرى نفسه أنه متصرف في هذا الكون فأنت هون تحررت من كل هؤلاء الآلهة المزيفة وقيدت نفسك بالإله الواحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء سبحانه فأنت هنا لم تعد تخشى الموت لم تعد تخشى المرض لم تعد تخشى الفقر فينتهي الخوف والتشتت ويصبح قلبك مطمئن بإذن الله فكلمة لا إله إلا الله تنقذ النفس من التشتت ومن الوساوس والأفكار السيئة والأفكار السلبية عندما تخاف من أكثر من شخص تخاف من فلان وفلان وفلان فهنا أنت ستبقى طوال عمرك في خوف وقلق وتوتر ولكن عندما لا تخاف إلا الله ولا تخشى إلا الله ولا تعبد إلا الله سبحانه وتعالى فسينزل عليك الأمن والأمان والإطمئنان قال الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم وقال سبحانه وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم فما دامك أنت تؤمن بلا إله إلا الله وأن النفع والضر بيد الله وأنه لا أحد يقدر عليك إلا الله وأن الأنفاس كلها معدودة وبيد الله فستتخلص من الخوف والقلق والتوتر إذن لسان حالك يقول أنا لا أخاف من أي شيء لأنه لن يصيبني شيء إلا يكون الله سبحانه وتعالى قد كتبه عليه عليه ولن أحصل على شيء إلا أن يكون قد كتبه الله عز وجل وقد جاء في ذلك حديث عظيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس رضي الله عنهما احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإذا اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق الحق خطاكم وأيدكم بملائكة السماء تنزع ما في قلوبكم من خوف وحزن بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته